لابتوب خفيف أنيق وبمواصفات عالية ومناسب لشريحة كبيرة من المستخدمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في فيديو جديد على الإلكتروني نستعرض اليوم أسوس زينبوك 14 أنش لابتوب أنيق مواصفاته عالية خفيف تقدر تأخذه معاك أي مكان وجميل جدا وبناسب شريحة كثيرة من المستخدمين طبعا ليش قلت شريحة كبيرة من المستخدمين؟ لأن مواصفاته عالية مش مواصفات متوسطة أو مواصفات من خفضة عشان تقول أن كنت جاي تشتري لابتوب اقتصادي هاللابتوب مش لابتوب اقتصادي وله لابتوب فاحش بالسعر زي ما يقولون لا لابتوب معتدل أنا بشكل عام معجب جدا أصم تصاميم شركة أسوس أسوس تصاميمها جميلة زي ما تشوفون هنا تقريبا المعدن اللي مصنوع منه خلفية اللابتوب معدن أشبه بالكروم لونه أزرق غامق طالع جميل على شعار أسوس اللابتوب بنحيف جدا وتفاصيله رائعة لما تشوفونها من قريب وطبعا بنوريكم إياها من قريب في هذا الفيديو طبعا نتكلم لغة العصر لغة الشاشة اللي أطرافها البزل حقها صغير جدا وانتوا تشوفون هنا كيف البزل أو الحواف حق الشاشة صغيرة 2.9 مليمتر من أطراف الشاشة إلى أطراف حافة اللابتوب نفسه نسبة استحواذ الشاشة من الواجه الرئيسية نفسها 92% نسبة عالية جدا طبعا الشي اللي يمكن محمطه شوي بالشاشة أوكي هو دقة الشاشة دقة الشاشة هذي Full HD بدأنا نشوف الأطراف كثيرة بهذه الفئة السعرية وبهذا الحجم تعطينا دقة أعلى من كذا تعطينا 2K أو أحيانا أعلى حتى طبعا الشاشة تدعم تقنيتين Asus Blended وأسوس True to Life طبعا أسماء ترويجية وتسويقية تتكلم عن التقنيات الموجودة في الشاشة طبعا تتعلق بإيش؟ تتعلق بعرض الألوان دعونا نتكلم عن التجربة الطبيعية الألوان زي ما أنتم شايفينها قدامنا الألوان جميلة طالعة البرايتنس أو السطوع حق الشاشة أيضا جميل حسب Asus فالشاشة تقدر تعرض مية بالمية من مساحة ألوان SRPG Asus دائما عندها حركات رهيبة في التصميم والهندثة الخاصة بأجزتها اللابتوب هذا في فكرة صراحة أنا ما شفتها في اللابتوبات واجهة أنا شخصيا أول مرة أشوف في اللابتوبات ممكن طلعت في اللابتوبات كامل بس الحركة إيش هي لما تفتح الشاشة نفسها أوكي راح تلاحظون أن الشاشة نفسها ترفع الجهاز من الطرف طبعا هذي إيش يعطيك؟ أول شي راح يرفع لك الكيبورد شوي فإن تكتب يكون رياح لك الشي الثاني راح يسمح للتبريد على الجهاز من الأسفل لأنصار فيه مساحة هنا فبيساعد على تبريد أفضل للجهاز وبنفس الوقت سووا حركة رهيبة خلوا السماعات تقدر تشتغل من المنطقة السفلية وبما أننا نتكلم عن الصوت الصوتيات الموجودة هنا من هارمن كاردن طبعا يعني علامة تجارية غنية عن التعريف لكن خلوني يعطيكم تجربتي الشخصية السماعات رهيبة جدا جبارة صوتها جدا عالي اللابتوب هذا بحجم ورقة A4 يعني جدا صغير سهل أنك تاخده معاك أي مكان والجميل أنه الآن تقدر تشوف لابتوب بهذا الحجم أصغر من الحجم المعتاد اللي كنا نشوفه لما نأخذ شاشة 14 أنش والسبب أن أطراف الشاشة صرت أصغر تركنا المساحة الإضافية اللي مالها داعي وبنفس الوقت الجهاز هذا وزنه خفيف يعني شوفوا بكل سهولة أنا شاهله بأطراف أصابعي وزنه كيلو فاصلة 17 جدا خفيف طبعا أنا ذكرت أن الجهاز مناسب لكثير من المستخدمين العتادة اللي فيه ممتاز يعني نتكلم عن معالج انتل كور اي 7 من الجيل الثامن نتكلم عن 16 جيجا بايت ذاكرة عشوائية نتكلم عن 512 جيجا بايت اس اس دي ذاكرة تخزين طبعا فيه مواصفات دلع مثل عندك دعم المساعد الصوتي كورتانا وأيضا أليكسا عندنا في الأمام هنا كاميرا 3D تساعد في التعرف على الوجه اللابتوب هذا يقدر يفتح من طريق أن يتعرف على وجهك بتقنية مشابهة بالكثير من الجوالات التي شفناها مؤخرا المنافذ شي مهم ثاني يهم كثير من المستخدمين ما عندنا هنا؟ عندنا HDMI عندنا USB 2 عندنا USB 3.1 عندنا Type C عشان الاكسسوارات الجديدة هذا شي مهم جدا وأيضا عندنا منفذ لسماعات الرأس 3.5 وأيضا عندنا منفذ لقارئ كروت الذاكرة طبعا الحجم الصغير المايكرو الجهاز زي ما قلت تصميمه جميل جدا تشوف تفاصيله القريبة روعة أنيق جدا من جد يعني أنت تستمتع وأنت تستخدمه وبنفس الوقت حاصل على درجات العسكرية في التحمل نتكلم عن الحرارة العالية نتكلم عن الحرارة المنخفضة ونتكلم عن احتمال السقوط وخيرا نظام التشغيل Windows 10 Pro بالنسبة للموديل أكتب لكم تفاصيل الموديل تحت الاسم الكامل للموديل السعر حق هذا الموديل ما يقارب بالـ 1200 دولار هذه راح تقارب بالريال السعودي 4500 ريال هذا سعر تقريبي ما هو سعر رسمي للمنطقة عندنا لكن هذا سعر الجهاز طبعا هذا كان استعراض سريع للجهاز من التجربة القصيرة اللي كانت لنا معه بنظرة عام ما نشوف نلاحظه أنه جهاز معتدل جهاز يعتبر من الفئة المتوسطة بس مواصفاته عالية بعض الأشياء أقل من الستاندرد اللي موجود حاليا في السوق مثل الشاشة دقتها مفروض تكون أعلى من Full HD صراحة بس اللي شفنا مبشر جدا الجودة التصنيعية اللي معتادينها من أسوس عندهم فعلا مقييس عالية في التصنيع أتوقع مثل ما هي ZenBook سلسلة معروفة بيعتبر هذا من الخيارات الجميلة اللي موجودة في السوق لما ينزل عندنا هنا في السعودية بشكل رسمي يعطيكم العافية على المتابعة كان معكم محمد لبسيمي شكرا لايك اشتراك بالقناة وشوفكم بإذن الله في فيديو قادم مع السلامة